عمرة القضاء في ذي القعدة من السنة السابعة للهجرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم للعمرة كما وقع في بنود صلح الحديبية وقد مضى عام كامل عليها سميت هذه العمرة عمرة القضاء والقضية لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضى قريشا في صلح الحديبية على أداء العمرة في العام القادم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه من أصحابه من شهد الحديبية ألف وأربعمائة إلا من مات منهم رضي الله عنهم أجمعين ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم ستين ناقة وحمل معه السلاح خوفا من غدر قريش وتوجه إلى ميقات ذي الحليفة وهو ميقات أهل المدينة أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه بالعمرة ثم انطلق إلى مكة وهو يلبي ومعه وأصحابه يلبون وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ودخل المسجد الحرام من باب بني شيبة بعد فراق لمكة دام سبع سنوات فكان صلى الله عليه وسلم فريحا بهذه العمرة استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الركن بمحجنه واضطبع بثوبه ثم طاف بالبيت سبعة أشواط فلما فرغ من طوافه صلى خلف مقام إبراهيم ركعتين ثم ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه إلى المسعى فسعى بين الصفى والمروة على راحلته ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهديه فنحره ثم حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه الشريف حلقه معمر بن عبد الله العدوي رضي الله عنه وكذلك فعل أصحابه مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة ثلاثة أيام كما في بنود صلح الحديبية ولم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة لوجود الأصنام والصور فيها كما قال الإمام النووي وقال الحافظ في الفتح ويحتمل أن يكون دخول البيت لم يقع في الشرط يوم صلح الحديبية فلو أراد صلى الله عليه وسلم دخوله لمنعوا وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة بعد أن أقاموا فيها ثلاثة أيام فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منطقة سرف أقام بها